يسعد مساكم بكل خير أصدقائي ومتابعين قناة قانال لي بعد ما أغلب الشركات أعلنوا عن أجهزتهم بالفئات المتوسطة وبالفئات الاقتصادية صارت أو بلشت المنافسة بين هاي الفئات بأغلب الأجهزة أو بين أقوى الأجهزة من كل شركة من الشركات فمعنا اليوم تقريبا أقوى جهازين وأكتر جهازين مطلوبين ومتنافسين بالسوق خصوصا من ناحية المواصفات وخصوصا من ناحية الفئات السعيدية تبعهم واللي هنين جهاز سامسونج A23 وجهاز شاومي ريدمي نوت 11 لتقطه شاومي بالفترة الأخيرة هذول الجهازين ما صلهم شي نازلين واتنين هم بيحملوا مواصفات متقاربة لكن أكيد في جهاز يتفوق على الثاني إما من ناحية القيمة مقابل السعر إما من ناحية المواصفات وإما من ناحية المميزات وطبعا كل واحد بيناتهم بيتمتع بميزات معينة وأيضا بنفس الوقت بيتمتع بعيوب معينة بهذا الفيديو رح نوضح لكم كل المميزات وكل العيوب لهذول الجهازين ورح نحكي بنهاية الفيديو أي واحد أفضل بيناتهم بس بل ما نبلش بهذا الفيديو مثل عدل أتمنى منكم بتعملنا لايك صغير وخلينا نبدي ساوا وبالبداية خلينا نحكي عن التصميم وديزاين والشكل جهاز سامسونج A23 جهاز 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 مصنوع من البلاستيك إطار من البلاستيك الغطاء من البلاستيك هذا شيء تعودنا عليه بهاي الفئات السعرية وحتى بالفئات الأغلى من هاي صارت أجهزة كلها عم تجي بلاستيك أيضا هذا الجهاز بيجي وزنه 195 غرام وبيجي بسماكة 8.4 ميلي طبعا تصميمه حلو ديزاينه جديد شكله شبيه بالأجهزة الحديثة من سامسونج أيضا بالواجهة الأمامية رح تلاحظ وجود الكاميرا الأمامية على شكل ووتر دروب تعتبر هذا التصميم شوي قديم وأيضا بالنسبة للحواف فهي شوي أسمك من جهاز ردمي نوت 11 لأنه نسبة استحواز الشاشة تجي أصغر شوي من الواجهة الأمامية عما بالنسبة للجهاز ردمي نوت 11 أيضا جاي من نفس الخامات البلاستيكية الإطار والغطاء الخلفي كلهم من البلاستيك الجهاز أيضا وزن الجهاز بيجي 179 غرام يعتبر أخف من جهاز الجالكسي A23 مع العلمة اثنائتهم بيجوا بنفس حجم البطارية وحتى بالنسبة للسماكة في جهاز هنا بيجي بسماكة 8.1 ميلي فأيضا سماكته تجي أقل من السامسونج A23 طبعا من ناحية شكل الكاميرات الخلفية شوي يعتبر فيه بروز يعني شكل الكاميرات الخلفية أجمل بجهاز A23 لكن الواجهة الأمامية بالردمي نوت 11 تعتبر أحلى لأنه شكل الكاميرا صعير هول بانش ضمن الشاشة هذا شكل أحلى أحداث وعصري وأيضا حواف الشاشة تعتبر أصغر لأنه نسبة استحواز الشاشة من الواجهة الأمامية تعتبر أكبر فهون يعني الجهازين تصميمهم وشكلهم حلو وبالنهاية الخامات الوحدة موضوع التصميم والديزاين يرجع للزوء الشخصي أنت أي واحد يجبك هذا الشيء يرجع لك وخيرا نتلا نحكي عن المعالجات طبعا هون الجهازين يأتي بنفس المعالجات واللي هو السناب دراجون 680 بيأتي بعمارية 6 نانومتر معالج رسومي أدريون 610 هذا المعالج جفنا كثير وملنا منه هالسنة من كثير ما شفنا على أجهزة من فئة 150 دولار لفئة 300 دولار فهذا المعالج يعتبر جيد بالاستخدام العادي حكينا عنه سابقا لكن بالألعاب يعتبر شوي ضعيف يعني بالفريمات بالبوبجي وما ببوبجي ما بيفتح لك فريمات عالية أو ما بيعطيك أداء رسومي قوي لأنه معالج رسومي ضعيف ولأنه المعالج هذا ما بعمل له أبتوميزيشن للألعاب طبعا من ناحية اختبارات لنتوتوفة أنا شخصيا عملهم اختبار هدول الجهازين جهاز A23 حقق 254 ألف نقطة بينما جهاز ريدمين وطي داعش حقق 250 ألف نقطة يعني الأداء يعتبر واحد تقريبا بين الجهازين والأربعة تلاف نقطة الزايدين بالسامسونج ما يحتسبوا بفرق كبير يعني من نهاية المعالج واحد ومرات اختبار الانتوتوفة نفسه ترجع بتعيده بيطلع بنقاط أقل أو بيطلع بنقاط أعلى طبعا بالنسبة لأنظمة التشغيل في جهاز سامسونج الـ A23 جاي بأحدث نظام التشغيل من سامسونج واللي هو الاندرويد 12 مع واجهة الـ One UI 4.1 هذه الواجهة سلسة وحلوة لكنها مو جدا سريعة بس الأخطاء اللي فيها تقريبا بتيجي صفر وهذا الشي معروف بسامسونج أو هذا الشي المميز بواجهة سامسونج أنه أخطاءها قليلة لكن سرعتها وسلاثتها بتجي أقل بينما الشاومي ريدمي نوت 11 جاي بأندرويد 11 مع واجهة MIUI 13 هنو محدثين الـ MIUI لكن أندرويد بعدهم ما حدثوا على ريدمي نوت 11 إن شاء الله بالأيام القادمة سنرى الاندرويد 12 سيصل لهذه الأجهزة لكن حاليا موجود على الجهاز هو الاندرويد 11 وطبعا واجهة شاومي ستشوف فيها سلاسة أكبر سرعة استجابة حلوة وظريفة لكن ستلاحظ بنفس الوقت في شوية لاغات وشوية باكس وشوية أخطاء بالواجهة هذا الشي صار معترف عليه بشاومي للأسف مع من حلوا بعدهم مستمروا شاومي عم تحاول حسين لكن الواجهة عم تبقى هي هي ممكن عم نلاحظ شوية أخطاء بتقل بالتحديث اللي بعده بتزيد فهذا الشي موضوع للأسف موجود بعده بشاومي وعموما الواجهتين جيدين وحلوين وماشاكلهم قليلة وذلك نحكي عن شاشات فجهاز سامسونج الآن 23 بيجي بحجم شاشة 6.6 من نوع بي لس لسي دي للأسف مع طبقة حماية غوريلا غلاس 5 ونسبة استحواز الشاشة هنا فقط 83% طبعا هاي الشاشة بتجي هرتزيتها 90 هرتز هرتزية متغيرة فيك حتى 90 فيك حتى 60 حسب اختيارك أنت أو حسب شو بتفضل بتحب السلاسل عالية ولا بتحب توفير الشحر أيضا جهاز ردمي نوت 11 بيجي بشاشة 6.43 من نوع أموليد وهذا الشي جدا متميز فيه هذا الجهاز شاشة حلوة ألوانها مشبعة ممتازة ما بتواجه معها أي مشكلة وأكيد أفضل وأجمل بكتير من شاشة السامسونج الآن 23 للأسف طبعا هم نشوف أجهزة صينية بشاشات أموليد وسامسونج عم نشوفها IPS أو BLS شاشات ضعيفة وتعبانة أو ما بتعطيك الأداء المرتب سابقا كنا نشوف سامسونج هي لتعطينا شاشات الممتازة وهي لتعطينا شاشات الأموليد فحاليا الوضع تغير صلنا نشوف سامسونج بشاشات BLS ضعيفة وتعبانة والأجهزة الصينية بشاشات أموليد يعني المنافسة عم تقوى وهذا الشي أكيد من صالحنا كلهاتنا طبعا أيضا الشاومي بيجي عليه طبقة حماية لكن من نوع Gorilla Glass 3 بتيجي مقاومة للخدوش والصدمات والكسر لكن بتيجي أضعف كمقاومة من جهاز السامسونج وهي شغلة تحتسب لجهاز السامسونج وطبعا هون حواف الشاشة بتيجي رفيعا نوعا ما أرفع بشي بسيط أو بنسبة قليلة جدا من جهاز السامسونج وبكل تأكيد الجهازة بيجي بتسعين هرتز أيضا هرتزية متغيرة فيك حتى تسعين فيك حتى ستين والأجمل من هذا أنه ريدمينوت إداعش بيجي بميزة الشاشة الدائمة أو الالوز عن ديزب لي اللي بتيجي بشاشات الأمولد أو بأغلب أجهزة اللي بيجي فيها شاشات أمولد لكن جهاز السامسونج مع الأسف كونه بيجي بيال اس فهي الميزة غير متواجدة فيه وإذن التالي نحكي عن البصمات هذول الجهازين بيجي فيهم بصمة جانبية والبصمة تقريبا بنفس الموقع ونفس المكان لكن فيه اختلاف من ناحية سرعة استجابة جهاز السامسونج بتحس انه بده بوقت أكتر شي بسيط حتى يفتح وهذا الشي كمان تعودنا عليه بسامسونج للأسف البصمة صارت بطيئة والمنافسين سبقوها من شاومي من أوبو من فيفو من غير الشركات الصينية صارت سرعة استجابة البصمة فيهم أسرع وأفضل وأحسن أيضا من سامسونج لكن الفرق ما يعتبر جدا ضخم بسرعة استجابة أو بسرعة الفتح يعني مليون بالسانة يعني لكن أكيد فيه تأخير بسيط ولازم نذكر لكم يا وازالتالي نحكي عن التخزين والرام فجهاز سامسونج الآت 23 بيجي بسعة تخزين 128 جيجا من نوع IMC 5.1 مع 6 جيجا من نوع LPDDR4X وسعر الجهاز اليوم بالأسوأ 218 دولار أيضا جهاز ريدمين وتدعش بيجي بسعة تخزين 128 جيجا من نوع UFS 2.2 مع 6 جيجا من نوع LPDDR4X وسعر الجهاز اليوم بالأسوأ 185 دولار فقط طبعا هذول الجهازين اتنياتهم متوفرين عن شركة النيزاك أزحاب يتشتروا واحد من بيناتهم فعندهم توصيل لكافة أنحاء العراق سترك لكم رابط الصفحة موجود بسندور الوصف وإذا نتحدث عن الكاميرات في جهاز سامسونج A23 يأتي بأربع كاميرات الأساسية 50 ميجا مع دعم OIS تثبيت بصري أيضا الثانية تأتي 5 ميجا للألترا وايد الثالثة تأتي 2 ميجا للماكرو والأخيرة تأتي 2 ميجا للعزل والجهاز يصور 1080 على 30 فريم بالثانية طبعا بالنسبة لتجربة تصوير الفيديو فأنا نشرها عندي بالمراجعة الكاملة لا أرجع عيدها هنا حتى ما يطول وقت الفيديو لكن أذا تذكروا أو اللي شايف المراجعة ما عجبني التثبيت البصري فيه لهذا الجهاز أو ما يعتبر تثبيت بصري مقارنة مع التثبيت البصري الموجود ببقية الأجهزة أما بالنسبة للصور فهذا الجهاز صوره كثير حلوة كثير جيدة مقارنتها بفئته السعرية وفينا نقول أنه من أفضل الصور بهذه الفئة السعرية أو من أفضل الصور بسنسور 50 ميجا اللي شفناه على كثير أجهزة بسبب المعالجة أو الخوارزمية الموجودة في سامسونج اللي تعطيك صور أقرب للواقع أو أقرب للطبيعة أغلب الصور كانت بالزاوية الأساسية ولكن كانت بالزاوية الواسعة كثير حلوة أما بالنسبة للجهاز الـ 11 فأيضا بأربع كاميرات الأساسية بتجي 50 ميجا سنوية بتجي 8 ميجا إلترا وايد الثالثة بتجي 2 ميجا ماكرو والأخيرة بتجي 2 ميجا للعزل وبنسبة لتجربة الصور فأيضا أنا جربت كثير صور فيه لهذا الجهاز كانت الصور أيضا جيدة حلوة كمان قريبة للطبيعة لكن للأمانة صور سامسونج كانت أجمل وأحلى وأقرب للواقع وأنا بفضل دائما الصور الأقرب للواقع فإذا بدنا نحكي على التصوير أكيد هذا الشي أو هذا الموضوع ما بقدر أي جهاز صيني يتجاوز الخوارزمية أو الخبرة تبعية سامسونج بمعالجة الصور لكن ما بدنا نقول إنه سيئة الصورة بالشاومي أو إنه ما بتشاف لا أيضا حلوة وفي ناس بتحب طريقة المعالجة الموجودة بشاومي وللأمانة يعني شاومي متحسنة عن سابقتها بالصور بشكل كتير كبير خصوصا مع الـ MIUI 13 وطبعا بالنهاية نحن حاليا موجودين بعصر التطبيقات والإدت والبرامج فأي صورة من الصور تقدر تعدلها وطلعها أجمل من الصورتين مع شوية برامج وشوية تطبيقات وإذن تلنا البطارية والشحن في جهاز سامسونج الـ A23 بيجي بطارية بحجم 5000 ميلي امبير مع سرعة شحن 25 واط والشاحن الموجود داخل علبة بيجي بسرعة 15 واط فإذا حابب تشحم بسرعة الـ 25 لازم تشتري شاحن 25 أما بالنسبة لشاومي أو الجهاز الـ Redmi Note 11 بيجي بطارية بحجم 5000 ميلي امبير مع سرعة شحن 33 واط وشاحن 33 واط موجود أيضا داخل العلبة وإذن تلنا نحكي عن الفروقات السنوية بين هذول الجهازين فجهاز سامسونج الـ A23 ما بيدعم الـ Stereo Speaker للأسف صوت وحيدة من الأسفل وسماعة وحيدة من الأسفل بينما الشاومي الـ Redmi Note 11 بيدعم الـ Stereo Speaker صوت محيطة من الجانبين أيضا جهاز الـ Redmi Note 11 بيدعم معيار مقاومة ماء وغبار iPhone 5 3 بيدعم أي معيار مقاومة ماء وغبار وأخيرا جهاز الـ Redmi Note 11 بيدعم مستشعر IR للتحكم بالأجهزة المنزلية أما العمل معروف هذا المستشعر رسالة السامسونج في الآن الإ aftermaats 23 رسالة ما بيدعم مستشعر IR للتحكم بالأجهزة المنزلية هذه هذه الفروقات بين جهازين ونتصnings في يحدث جهازين إليه بين هزائي الجهازين للأمانة جهازين جيدين وممتازين جهازين حلوين ومناسبين في اي مشكلة فيك تختار اي واحد منهم لكن من وجهة نظر الشخصية في شهز ريدمينوت 11 يعطيك قيمة مقابل سعر اكتر من السامسونج الـ A23 لعدة اسباب اولهم هو الشاشة الاموليد الموجودة في ريدمينوت 11 وتعطيك تجربة استخدام لا مسيل لها بهذه الفئة السعرية خصوصا اذا قارنناها مع الـ PLS او الـ IPS الموجودة بالسامسونج الـ A23 ايضا في عدة مييزات تانية حكيت لكم عنهم بنهاية الفيديو او من خلال الفيديو منهم سرعة الشحن الاعلى ايضا الـ IP53 ستيروس بيكار معيار مقاومة ماء والغبار وبالتأكيد مستشعر IR الموجود بجهاز الشاومي طبعا اكيد السامسونج بتفوق من عدة نواحي تانية والهي انه سبات واستقرار الواجهة ما بتواجه معها اخطاء ايضا الكاميرا اللي بتعتبر افضل بشي بسيط من جهاز ريدمينوت 11 بسبب المعالجة الموجودة باجهزة سامسونج لكن ابحث هذا الفرق بالكاميرات بيستحق انك تدفع 30 دولار زيادة على جهاز بجهاز IBS وتخسر عدة مميزات تانية فهذا كان بالنسبة لي وبنسبة للرأيي الشخصي بتمنى تكتبوا لي رأيكم بالتعليقات او بتمنى تكتبوا لي اي واحد افضل او اي واحد تختاروا بين هدول الجهازين واذا عندكم اي مقارنة تانية بين واحد من هدول الجهازين واجهزة تانية تتبوا ليها بالتعليقات حتى نساويها بالفيديوهات القادمة في نهاية الفيديو بتمنى اكون استمتعتوا بها المقارنة ويكونوا استفدتوا منها معلومات كتيرة واذا عندكم اي استفدتوا منها استفسار تكتبونا بالتعليقات واذا استفدتوا من هذا الفيديو ما تنسونا من لايك صغير اشتركوا بالقناة فعلوا زر الجرس نراكم الفيديو القادم الى اللقاء